اختارت منظمات يهودية عالمية وسويسرية جامعة جنيف التي شهدت قبل أسابيع قليل تحركات طالبية ضخمة داعمة للفلسطينيين مكانا لعقد لقاء عام تحت عنوان اليهود من أجل تحرير فلسطين واليهودية من الصهيونية منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام الأمريكية وهي أكبر منظمة غير دينية مناهضة للصهيونية في العالم لا تتردد في تقديم تحليل جريء عن المشهد في الأراضي المحتلة نعلم جميعا أن التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر ولا مع انتخاب ناتنياهو فهناك عقود من القمع الإسرائيلي والاستعمار والفصل العنصري ضد الفلسطينيين والإفلات من العقاب الذي وفرته لهم حكومات الدول الغربية بالنسبة إلينا الشعوب المحتلة لها الحق الأساسي في المقاومة ونحن نعمل من أجل فلسطين محررة من الاستعمار وتتمتع بالعدالة والمساواة والحرية منظمة مراد اليهودية المناهضة للصهيونية أنشئت قبل أشهر قليلة في سويسرا بهدف استعادة التنوع اليهودي الذي سلبه الاستعمار الصهيوني الكارثي كما جاء في بيان التعريف عن المنظمة إن تشبيه معادات الصهيونية بمعادات السامية يهدف إلى إعادة تأهيل القوى التي كانت تاريخيا المنتج الرئيسي لمعادات السامية أي اليمين واليمين المتطرف وهؤلاء ينشطون في عملية تجريم داعمي الفلسطينيين كمنع التظاهرات وتوجيه الاتهام لهم وبالتحديد لليسار وأقصى اليسار بأنهم معادون للسامية إنهم يتحركون باسم الدفاع عن اليهود لكنهم في الواقع يدافعون عن إسرائيل لنا الشرف ونحن فخورون وساعدون جدا لأننا نحاول جمع اليهود المناهضين للصهيونية في أنحاء العالم كافة وأننا نتعلم ممن سبقونا على هذا الطريق ونحن قادرون على مواصلة نضالنا في حملة مراد فلسطين حرة من النهر إلى البحر نشاط هذه المنظمات المناهضة للصهيونية وصل إلى مجلس حقوق الإنسان بعدما كان هذا المكان حكرا على منظمات صهيونية أهمها يو إن ووتش صاحبة النفوذ القوي في الأمم المتحدة اليهود الرفضون للصهيونية في العالم موجودون منذ عقود طويلة لكنهم لم يكونوا يوما بهذا الحجم وهذا الوضوح في الموقف وهذا النشاط الداعم بلا تردد لتحرير فلسطين مما يصفونه بالاستعمار الإسرائيلي الغربي موسى عسي جناف الميانين موسى عسي جناف المتحدة